موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة الليلة من أكثر من عنوان عنوانها تظاهرات التغيير في إيران لصالح من من يقودها وإلى ماذا ستفضي تظاهرات جماهيرية غير مسموقة يشهدها الشارع الإيراني منذ أيام تدفع بالتكهن نحو درجات غير مستقرة على وقع المتغيرات العالمية وركود الأوضاع نحو الأسوأ توجه في إيران سياسيا واجتماعيا يحاول الشعب أن ينتفض ضد ما يراه لا يتغير نحو الأفضل له ويتوق إلى تحسين وضعه الاجتماعي بالدرجة الأولى العالم من جهته يسير على نهج المراقب عن كثب لهذه الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير يتابع بكثير من التماع وكثير من التأويل وقد يكون بقليل من التفاؤل نحن في أخبار الآن أيضا كنا نتابعها عن كثب وبإمعان لكي نستطيع التفريق بين الحقائق الإشاعات الجدل والتلاعب السياسي من كل الجانبين ما الذي يجري هناك؟ من يحرك الشارع الإيراني؟ هل هي أياد أجنبية؟ أم مطالب مشروعة لشعب يعيش بعضه بأقل من عشرة دولارات في اليوم؟ ولا يتلفقه إلى أي مدى لها يد في واقع الشعب الإيراني البائس؟ ولماذا هذا الأمر يبدو بهذه درجة من الأهمية؟ كل هذه النقاط مشاهدين سنحاول أن نقف عندها بالتحليل والنقاش وقبل ذلك سنعتمد على الحقائق والأرقام والواقع المعيشي هي القادرة على جعلنا نفهم الوضع على نحو متسارع تتوسع المظاهرات الشعبية العارمة في إيران التي انطلقت يوم الخميس الماضي من مدينة مشهد شمال شرق البلاد وسرعان ممتدت إلى العاصمة الطهران والمحافظات الأخرى بينما تستعد سبعون مدينة للخروج بمظاهرات عارمة حسب ما جاء في ملصق انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويحدد زمن ومكان انطلاق المظاهرات في نقاط التجمع المذكورة ومن المتوقع أن يرتفع أعداد المحتجين وتخرج المزيد من المناطق من سيطرة النظام حيث تطورت المظاهرات باتجاه سيطرة المحتجين على مراكز ومقرات ودوائر حكومية وبعض المناطق والأحياء في بعض المدن منذ مساء السبت المتظاهرون رفعوا مطالب إصلاحية اقتصادية وعبروا عن غضبهم إذا ارتفاع الأسعار كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وزير الداخلية الإيراني توعد بضرب المتظاهرين بيد من حديد وقمع أي تجمعات للمحتجين على سياسة النظام الحاكم في إيران يأتي ذلك فيما تأهبت القوات البرية والبحرية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين وتشكيل مقر مشترك لقوى الأمن الإيرانية لقمع المظاهرات إلى جانب استدعاء كهفة القادة العسكريين إلى المقرات المشتركة للجيش والشرطة والحرس في إيران الاحتجاجات لم تقتصر على الداخل الإيراني حيث امتدت لتصل إلى إيرانيين مهجر في أوروبا الذين عبروا بدورهم أيضا عن تضامنهم مع مطالب الداخل الإصلاحية ورفضهم للأسلوب الذي اتبعته الحكومة في قمع المتظاهرين إذن التظاهرات الشعبية العارمة التي تطالب التغيير في إيران وبسرعة غير منتظرة أخذت تتوسع لتشمل مناطق أخرى بعد طهران كيف نفهم هذه التظاهرات؟ ما دلالاتها؟ إلى أين ستؤدي في الشارع الإيراني؟ ما الذي ينبغي على الحكومة أن تنجزه لتلافي الأسوأ؟ كل هذه النقاط نقف عندها مع ضيفي في الأستوديو السحفي المختص بالشأن الإيراني سيد مسعود الفاك مساء الخير أهلا بك معنا سيد مسعود سيد مسعود شكرا جزيلا بداية في سؤال يطرحه كثيرون اليوم ما التسمية التي يجب أن نطلقها على ما يحدث في الشارع الإيراني؟ هذه التسمية هناك عدة تسميات حاول البعض يطلق عليها انتفاضة البعض حاول أن يرفع السقف ويقول ثورة ولكن كل هذه التسميات لا تغير الواقع الموجود في الشارع الإيراني المظاهرات والاحتجاجات بدأت بسبب الغلاء غلاء المعيشة الفقر ولكن بما أن الإنسان الإيراني صار يحلل ما هي أسباب الفقر ما هي أسباب غلاء المعيشة في إيران وصل إلى النتيجة السريعة بأن النظام بسبب سياساته الخارجية هذا فهم الشارع الإيراني من خلال الشعارات بسبب تدخله في المنطقة بسبب دعم الميليشيات الأدوار التي يقوم بها وهي مكلفة على الميزاني الإيراني فتظهر في حياتنا المعيشية وتظهر في بيوتنا لذا انتقل الشعار سرعان ما انتقل الشعار من مطالبات معيشية إلى مطالبات سياسية والشعارات كانت بامتياز تستهدف وجود النظام بأكمله لذا كانت بعض الشعارات واضحة في مرحلة الانتقال طبعا جاءت شعارات ك اتركوا سوريا فاهتموا بحالنا لا لغزة لا لليبنان نعم نعم لإيران ثم انتقلت الموت للدكتاتور في البدايات ثم أصبحت أكثر وضوحا في بعض المناطق وقالت الموت لخامني هذا يعني المطلب المعيشي في الشعارات تحولت إلى مطلب سياسي لأنه شعرا بالنهاية مرتبط ببعضه قد لا يحل الإنسان البسيط الإيراني بمفهوم بطريقة علمية هذا الارتباط ولكن يشعر به في حياته اليومية لذا كان من الطبيعي أن ينتقل إلى هذا الشعار طيب إلى أي درجة يدل ما يحدث اليوم سيد مسعود ومثل ما قلت يعني ارتبطوا ببعضهما البعض الموضوعان لأن الوضع الاقتصادي هو بسبب السياسات الخارجية وهذا ما يحكى اليوم بأنه هكذا اختلف عما حدث بـ 2009 2009 اقتضت شعارات بنسبة كبيرة بالوضع الاقتصادي ماذا يقول لنا ما يحدث اليوم عما حدث وما مارسته إيران بخلال هذه السنوات منذ 2009 إلى الآن لكي يتم الرابط بشكل مباشر بأنه كل هذا بسبب سياسات إيران الخارجية عفوا اسمحي للتصحيح هنا 2009 لم تكن أسباب اقتصادية بقدر ما كانت هي احتجاجات على تزوير الانتخابات كانت الشعارات محدودة والشارع والإنسان الإيراني لم يصل إلى هذه الدرجة من الوضع الاقتصادي السيء قبل عشر سنوات الوضع لم يكن جيدا الانتخابات بسبب عدم الرضا على ممارسات الرئيس هنا صحيح نجات هذه اللي كانت ولكن اليوم وكانت في 2009 المظاهرات محدودة في مناطق وسط إيران ولكن في 2017-18 انتشرت من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب وشملت كل المناطق القومية الإيرانية دون استثناء والتفى الجميع حول شعار واحد يريدون تحسين حياتهم المعيشية بالدرجة الأولى يريدون حريات سياسية ويريدون حريات اجتماعية هناك المشكلة الأخرى النظام الذي مثلا الحريات الاجتماعية غير موجودة لا تزال المرأة الإيرانية لا يمكنها أن تدخل الملعب لحضور مباريات كرة قدم لذا شاهدنا بنت إيرانية تعمل مكياج لحالها تحول نفسها إلى شاب حتى تستطيع أن تدخل الملعب هذا اندل على شيء يدلب أن هناك الحريات الاجتماعية أيضا مفقودة كل هذه الأمور اجتمعت مع بعضها وشكلت نقطة ضق حقيقية على النظام بأكمله بغض النظر عن التيارات الحاكم في النظام إصلاحية كانت أم أصولية والمرشد الذي يمثل التيار الأصولي ويدعمه دائما في إيران طيب بظل هذا الضغط بأوساط صناع القرار بإيران ماذا يحدث؟ ماذا نتوقع؟ لو رجعنا إلى تصريحات المرشد وقبله بيوم تصريحات حسن روحاني حسن روحاني بعث رسالة واضحة المعالم لكافة مفاصل النظام لكافة شخصيات النظام ولكافة المسؤولين الإيرانيين فقال الجيل الصاعد يختلف معنا في رؤيته للحياة في قراءته للحياة لذا علينا أن نردم هذه الهوة بين هذا الجيل نحن لا يحق لنا بالحرف الواحد قال لا يحق لنا نحدد لهم أسلوب الحياة ولا للأجيال القادمة ولكن يوم بعده جاء المرشد فحاول أن ينسب هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات التي كانت عفوية بامتياز ولا ترتبط حتى بالتنظيمات السياسية المعارضة في الخارج ناهيك عن دول أخرى حاول النظام يلصق هذه الاحتجاجات بها خامني كأنه لم يسمع الرسالة قال هو لامتصاص غضب الشارع قال هذا روحاني حينه وتعامل مع هذه الطريقة يعني يحق لهم هذا لامتصاص الغضب فقط أم أنه حقيقة هو يريد هذا ولكن القرار أو الكلمة الفاصل ليست بيده أنا أعتقد بشيء البعض يقولون بأن التيارات الحاكمة في إيران وجهين لعملة واحدة أنا لا أختلف بأنهم وجهين لعملة واحدة في الحفاظ على النظام وفي الحفاظ على مصالح النظام ولكن هناك صراع حقيقي بين التيارات الحاكمة في إيران في استحواذ السلطة وفي تطبيق المشاريع التي يعتقدون بأنها هي التي تعطي الديمومة للنظام لذا حسن روحاني لم يقل هذه الكلمة فقط لامتصاص غضب الشارع بل قالها موجهة للتيار الآخر بأن سياساتكم هي التي أوصلتنا إلى هنا وهو فعلا أحدث فرقا عهد روحاني يعني يكفي بالاتفاق النووي نعم والاتفاق النووي مثلا وحاول حسن روحاني حتى في هذه الأيام حاول بأن ينفذ وعوده بأن يترك وسائل التواصل الاجتماعي المسموحة المسموحة تبقى مفتوحة ووعد من بعد ما تم إغلاق تيلغرام وعد بأنه يعيده وعاد تيلغرام لأن حسن روحاني يحاول بطريقة ما يلبي الوعود التي قطعها على نفسه طبعا هو لن يكون مرشحا للانتخابات القادمة ولكن هو يفكر بالتيار الذي هو منسوب إلى هذا التيار فيحاول إعطاء مصداقية لتياره حتى في الانتخابات القادمة تكون له مكانة هذا التيار في الانتخابات طيب بغض النظر عن هذه المشاكل الانقسامات بين التيارين في إيران ما سلسلة الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تتخذها اليوم كي لا نشهد تصعيدا أكثر بتظاهرات كما قلت يعني الشعارات هي التي تعبر عما يحدث يعني وصلنا اليوم إلى شعارات تطلب الموت لخامنائي نعم نبدأ بتصريح لروحاني قبل فترة شي حوالي قبل الاحتجاجات بتقريبا أسبوع أو عشرة أيام قال بأن الميزانية الحقيقية ليست بيد الدولة فقط ثلث هذه الميزانية بيد الدولة إيران ليست دولة فقيرة عندها إمكانيات داخلية الأسباب ليست صرف الميزانية على الميليشيات في الخارج والتمدد الإيراني في الخارج فقط بل هناك سياسات داخلية اقتصادية أيضا الدولة العميقة والكيانات الموازية للدولة العميقة التي تنشط اقتصاديا هي التي تزاحم حسن روحاني في تطبيق كثير من الأشياء حسن روحاني هناك قد يقطع وعود وقطع بعض الوعود بأنه سوف لا يرفع أسعار الوقود في إيران سوف لا يرفع سعر الكهرباء والمياه في إيران وهناك قد يكون وعد بأن الشركات الاستثمارية التي أعلنت إفلاسها وخلقت جيش من المتضررين في الشارع الإيراني قد تقوم الحكومة بتعويض هؤلاء على أقل تقدير حتى تنتص غضب الشارع ولا يصبح العامل الاقتصادي هو عامل لأي انتفاضة أخرى في إيران ولكن هذا لا يكفي الوضع الاقتصادي الإيراني صعب للغاية العملة الإيرانية وضعها سيئ نعم سنتابع هذا الموضوع الوضع الاقتصادي وكيف ينعكس طبعا على ما يحدث في الداخل وعلى تعامل خارج مع ما يحدث أيضا نطابع هذا التقرير إذن إيران تعاني أزمة بطالة حادة منذ سنوات لعل ذلك أحد أبرز الأسباب التي دفعت الإيرانيين للتظاهر مؤخرا هذا هو يظهر ارتفاع نسب البطالة الرسمية عجز الحكومات الإيرانية المتعاقبة في مواجهة هذه الظاهرة على الرغم من وعود مكافحتها بصورة نهائية عبر الإعلان عن مشاريع متعددة للسيطرة نطابع معا التقرير التالي للزميل في غرفة الأخبار عطاء الدباغ ثم نعود لمواصلة النقاش مع ضيفي الكريم سيد مسعود الفال على مدار السنوات الماضية يسمع الشباب الإيراني الكثير من الوعود التي يطلقها مرشح الرئاسة كل أربع سنوات بتوفير فرص عمل جديدة والتصدي لأزمة البطالة التي تعصف بالبلاد إلا أن وبعد اعتلائهم كرسية الحكم تذهب وعودهم مدراج الرياح وتزداد معها نسبة العاطلين عن العمل في الأسبوعين الماضيين علت أصوات الشباب في مظاهرات التغيير التي اشتعلت في عموم الأراضي الإيرانية احتجاجا على الضائقة الاقتصادية والغلاء والفساد وأيضا البطالة حصاءات التي تعلنها الحكومة فيما يتعلق بالبطالة عبارة عن 10% لكن واقع الأمر أن هذه النسبة تتجاوز 15% وربما تصل إلى 20% وهذا ما يعادل 6 ملايين نسمة من بين 40 مليون يجب أن يكونوا حاصلين على عمل كما أن نسبة البطالة مرتفعة بين خريجي جامعات حيث تبلغ هذه النسبة في بعض الفروع العلمية 35% من فروع العلوم الإنسانية بعض المواقع الإيرانية ذكرت أن أكثر من 21% من خريجي مرحلة باكالوريوس و 15% من خريجي مرحلة الماجستير والدكتوراه يعانون من البطالة في بلادهم ولا يجدون سبيلا لحل مشاكلهم إلا الخروج من إيران في السنوات الأخيرة لاحظنا أن أغلب العاملين في المدن الصغيرة والقرى هم نساء لأن رواتبهن أقل والتعامل معهن أكثر سهولة وليس لديهن الكثير من المطالب والمزايا وبشكل عام فإنهن أقل تسببا بالمشاكل ولكن عندما يدخلن إلى سوق العمل فهن يضيقن الخناق على معيلي الأسر ولاحظنا أيضا أن نسبة البطالة العظمى تنتشر بين الشباب في سن يتراوح بين الثامنة عشر والسادس والعشرين ويزيد كل عام عدد الباحثين عن عمل بنحو تسعمائة ألف نسمة لكن سبعمائة نسمة منهم يحصلون على وظائف وإذا قبلنا هذه الإحصاءات فهذا يعني أن أكثر من مائة ألف نسمة عاطلون عن العمل وهذا ليس كبيرا مقارنة بأربعة ملايين نسمة ولكن لا يدل على انخفاض نسبة البطالة بل على ارتفاعها مجيد كيان بور هو عضو في البرلمان الإيراني عن مدينة دروت الواقعة شرق إيران قال إن معدل البطالة في عموم إيران في تصاعد مستمر وقد بلغ نسبة 30% أي ضعفين من الرقم الذي أفصحت عنه الحكومة واعتبر أن السبب الرئيس وراء دخول مدينة دروت على خط مظاهرات التغيير هي البطالة على سبيل المثال تحتاج محافظة سيستان وبلوشستان إلى 300 ألف وظيفة على الأقل لكي نتمكن من السيطرة على البطالة فيهما وعلى الرغم من انتشار الصناعات المختلفة لكنها ليست كافية للسيطرة على البطالة ولذلك نلاحظ انتشار التهريب بكثرة في تلك المناطق والتي أظن أنها تعاني من البطالة بنسبة تزيد على 25% وحتى محافظة كرمان بمناطقها الجنوبية أو محافظة خرسان الجنوبية والتي يعيش سكانها على زراعة الزعفران يعانون من نقص في الصناعة أي ازدياد في نسبة البطالة وفئة الشباب هي الفئة المعرضة لهذه الأضرار أكثر من غيرها لا يمكن التغافل أو تجاهل تلك الأرقام المرتفعة عن أعداد العاطلين في إيران لما لها من أثار وأضرار سلبية على المجتمع فكلما ازدادت نسبة البطالة ازدادت معها نسبة الإدمان والتهميش والطلاقة ما يعني مجتمعا مضطربا غير متماسك نعود إلى ضيفي الكريم في الستوديو سيد مسعود الفاك السحف المختص بشأن الإيراني أهلا بك من جديد سيد مسعود إذن كنا نتحدث وما زلنا عن شق ماذا يجب أن يفعل النظام الإيراني وتفعل الحكومة الإيرانية لتفادي أن نصل إلى وضع أصعب يعني بأحد المقالات موضوع المصائب لفتني هي المصائب لا تأتي فرادة إيران تعرضت حتى طبيعيا لزلازل كثيرة تشهد احتجاجات اليوم طبعا تدهور السعر صار في الريال كما ذكرت حضرتك قبل قليل إيران اشتعلت بأكبر نقلاتها البترولية ومعظم كونغرس الأمريكي صوت على معاقبتها ماذا سيفعل نظام الإيراني اليوم؟ النظام الإيراني يحتاج إلى معجزة حقيقة يحتاج إلى معجزة اقتصادية بالمفهوم أنا لا أتحدث الآن كموقف سياسي يحتاج إلى معجزة اقتصادية حتى ينقذ هذا البلد الوضع السياسي لأنه نحن نعرف مثلا الليبرالية الاقتصادية بحاجة إلى الليبرالية السياسية لا يمكن بلد أن يقوم بليبرالية اقتصادية وتحرر اقتصادي ولكن في المجال السياسي مغلق من كل النواحي هذا لا يسمح للتنمية لا يسمح للتنمية داخل إيران هناك كثير من الشركات شركات الاستثمار ومؤسسات الاستثمار العالمية متخوفة من الانتقال إلى إيران للاستثمار خوفا من الكيانات الاقتصادية الموازنة للكيان الدولة هذه الكيانات لها حق الفيتو في كثير من المجالات في كثير من العقود داخل إيران بما شركات الحرس الثوري الحرس الثوري لديه خمس تلاف شركة خمس تلاف شركة تنشط في كافة المجالات النفط الموانئ المناجم شركات المالية في كل المجالات لذا السلطة التنفيذية التي هي بيد الرئيس يجب أن تقوم بطريقة ما دون أن تثير غضب الكيان الموازي الاقتصادي الذي بيده السلاح الكيان الموازي بيده السلاح بإمكانه يفرض كلمته ويقف إلى جانبه السلطة الأعلى داخل النظام الذي هو المرشد الأعلى آية الله خامنئي الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية هناك وضع متشابك لذا عندما قلت مؤجزة إلى أي درجة خامنئي مسيطر على الحرس الثوري سيد مصعوب إلى أي درجة المرشد خامنئي اليوم مسيطر على الحرس الثوري سيطرته كاملة لأنه حسب الدستور الإيراني هو يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل القيادات العليا للحرس الثوري يتم تعيينهم بشكل مباشر من قبل المرشد وأيضا قيادات قوات التعبية البسيج قوات التعبية البسيج أيضا نفس الشيء والجيش أيضا كل قادة الجيش يتم تعيينهم من قبل المرشد الأعلى بهذه القوة العسكرية المطلقة داخل إيران وهذا طبعا حق دستوري حسب دستور النظام لذا هناك الأقدة في تركيبة النظام نفسه صحيح هذا النقطة الموضوع المؤسساتي سنتطرق لهذا الموضوع المشاكل في التعاطي المؤسساتي بإيران إلى أي درجة هنا نتحدث عن مشكلة حقيقية من هذه الناحية هذه النقطة بالتحديد نتحدث عنها بعد الفاصل سيد مسعود ستبقى معنا لو سمحت فاصل لقصي مشاهدين نعوده بعده ونطابع بقو معنا أحييكم من جديد مشاهدينا نحاول في هذه الحلقة من أكثر من عنوان فهم حاضر إيران اليوم على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالتغيير انطلقت في طهران من طهران وانتشرت في مدن أخرى أسباب تلك التظاهرات عديدة كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن بعض من هذه الأسباب ولعل من بين الأسباب أيضا الوضع البيئي السيء طهران تختنق وسلسلة جبال البرز المطرلة على العاصمة الإيرانية تتوارى عن الأنظار بعد أن غطتها غمامة من الهواء الملوث ناتج عن ارتفاع حاد في نسبة تركيز الجزيئات الدقيقة والذي وصل إلى 185 ميكرو جراما بالمتر المكعب ليسجل رقما قياسيا جديدا من التلوث في إيران يظهر اليوم وأشر نوعية الهواء أننا في مناخ غير صحي بسبب تلوث الهواء الذي يسبب الأمراض لجميع الفئات الحساسة كما هو واضح ورائي يمكنك أن ترى أن نسبة الجسيمات التي يبلغ قطرها 2 ونصف الميكرون أعلى من المستوى المطابق للمعايير ونحن في ظروف غير صحية على الإطلاق السلطات في طهران أشددت من الإجراءات التي تحد من التلوث في الهواء إلا أن ذلك لم ينفع فالتلوث بحسب خبراء ناجم بنسبة 80% عن انبعاثات عوادم السيارات إن العامل الرئيسي الذي يسم في ذلك هو التلوث الناجم عن السيارات ولدينا نفس الموارد في جميع أنحاء مدننا طوال العامة ولكن في موسم البرد نحن نواجه ظاهرة انقلاب الهواء عندما تحدث ظاهرة الانقلاب تتوقف التبادلات الحرارية وتنتقل الملوثات من الأسفل إلى الأعلى وتنحصر تحت الطبقة المتشكلة في الهواء وكلما كان هناك المزيد من النشاط من قبل هذه الموارد فإن تركيز الملوثات يزداد أكثر حركة المرور انخفضت في طهران على وجه الخصوص إلا أن نسبة التلوث ظلت مرتفعة لأسباب غير تلك التي تتعلق بالسيارات من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى التلوث في طهران هي حركة الدرجات النارية حيث يستخدمها الكثير من الناس لأجل تأمين لقمة العيش لعائلاتهم لكن الكثير منها ما يزيد على ثلاثة ملايين ومئتي ألف دراجة نارية تعمل بنظام الكربوراتور وربما يمكنه أن يتسبب بالتلوث بما يعادل ثمانية أضعاف السيارة كما يسبب تلوثا صوتي يعادل خمسة أضعاف السيارة ولعلاج هذه المشكلة تم تقديم الكثير من التسهيلات لإشراء الدرجات الكهربائية واستبدال الدرجات النارية بها بمبلغ ثمانية ملايين تومان ودائما ما يبلغ التلوث في هذه المرحلة من السنة مستويات مرتفعة في طهران بسبب ظاهرة تسمى بالانعكاس الحراري حيث يمنع الهواء البارد على المرتفعات الهواء الساخن والملوث من التبدد وأدى انعدام الأمطار هذه السنة منذ بداية الخريف إلى تفاقم المشكلة تشير الإحصاءات التي تزداد كل سنة إلى أن 33 ألف شخص توفوا نتيجة التلوث العام الفائد في طهران أما إحصاءات هذا العام فهي تشير إلى أن هذا العدد ارتفع إلى ما يزيد على 44 ألفا وثمانمائة شخص وإذا أردنا الحديث بدقة أكبر فإن الأمراض تنتشر بشكل أكبر عندما تزيد نسبة التلوث وقد تسبب التلوث بخسائر تقدر بخمسة ألاف ومئة مليار ريال فضلا عن زيادة انتشار الأمراض بما في ذلك حالات احتشاء عضلة القلب في السنوات السابقة لاحظنا أن النسبة الأكبر من الوفيات كانت في فئة السكان الذين تزيد عمارهم عن 45 عاما أما في هذا العام فنلاحظ أن هذا السن انخفض ليشمل الأفراد الذين تزيد عمارهم عن 35 عاما وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية تبذل جهودها لزراعة الأشجار والنباتات للحد من تلوث الهواء إلا أن ذلك لا يكفي ويتطلب مجموعة من الإجراءات أكثر حزما على كافة الأصعدة بحسب ما أجمع عليه الخبراء نعود إلى ضيفنا الكريم في الستوديو سيد مسعود الفاك السحف المختص بالشأن الإيراني أهلا بك معنا من جديد كنا نتابع هذا التقرير سيد مسعود وتحدثنا قبل عن موضوع المشكلة الحقيقية إلى أي درجة هذا ما تعانيه إيران اليوم مشكلة بالتعاطي المؤسساتي نعم من بعد الاتفاق النووي إيران عادت حصتها في الأوبك لتصدير النفط بنسبة حوالي 47% ارتفعت الميزانية الإيرانية بعد تصدير النفط هذا وعاد العملة وإيران كمان حصلت على اعتماداتها المجمدة وأموالها المجمدة التي كانت مجمدة نتيجة للعقوبات التي تعادل حوالي تقريبا 120 مليار دولار أموال واعتمادات تن إطلاق هذه الأموال ولكن رغم كل هذا نرى بأن العملة الإيرانية كانت في بداية في 2010 حوالي 3000 تومان اليوم وصلت العملة الإيرانية إلى حوالي 4500 تومان يعني العملة الإيرانية بشكل مضطرد تفقد قيمتها في بداية السنة كانت حوالي 3800 تومان ولكن اليوم حوالي 4500 تقريبا أين ذهبت هذه الأموال؟ مفهوظ هذه الأموال تعزز العملة الإيرانية مفهوظ تعزز نعود إلى كلام حسن روحاني بأن ميزانية البلد فقط ثلث هذه الميزانية بيد السلطة التنفيذية وبيد رئيس الجمهورية نعود أيضا إلى تداخل الكيانات تداخل المؤسسات داخل إيران وهناك لا توجد خطط اقتصادية شاملة تعام كل المؤسسات هناك مؤسسات مثلا عندنا مؤسسة اسمها آسطاني قدس رازفي التي تتعلق بالوقف الشامل للإمام الثامن في مدينة مشهد هذه تعتبر من أكبر المؤسسات الصناعية الاقتصادية الزراعية والمالية داخل إيران هذه المؤسسة هذه المؤسسة أموالها بالمليارات ولكن لا تدفع ميزانية للدولة لا تدفع ضريبة للدولة حسن روحاني الآن يحاول مثلا أنا جبت نموذج فقط يحاول أن يفرض ضريبة على هذه المؤسسة التي تمتلك المليارات ولكن هل هناك دعم سياسي وهل هناك دعم من خلال مؤسسات السلطة تجعل حسن روحاني يستطيع اقتلاع أو انتزاع الضرائب من هذه المؤسسة يحاول حسن روحاني هذا ما سنعرفه خلال هذه الأيام هذه الفترة الحساسة التي يمر بها النظام الإيراني أنا أشكرك على وجودك معنا دائما هنا في الستوديو أعدني على المقاطعة سيد مسعود اللفاق المختص بالشأن الإيراني ونحن نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين أخير ونعودوا بعده وابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقة الليلة من أكثر من عنوان والتي فيها ننطلق من ملف الاحتجاجات في إيران ما هي ولاية الفقيه؟ ما دورها في حاضر إيران السياسي والاجتماعي وفي مستقبله؟ نفتح هذا الملف مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الكاتب والخبير بالشأن الإيراني في مركز الأهرام دكتور بشير عبد الفتاح مساء الخير أهلا بك معنا دكتور بشير إذن في هذا الموضوع ماذا يعني بهذا الشق السؤال ماذا يعني أن يكون هناك ولاية الفقيه؟ وكيف يؤثر هذا بالتالي على مؤسسات الدولة ويوصلنا إلى ما نحن عليه في إيران؟ في البداية تحية لك ولمشاهديك الكرام في كل مكان أهلا بسرح ولاية الفقيه هي نمط مستحدث من إدارة الدولة غير مسبوق وهو يترفع ويتسامى فوق الدولة المدنية والسلطة بمفهومها المتعارف عليه حيث الأجهزة المنتخبة التي يراقب بعضها بعضا وتخضع في نهاية المطاف لرقابة الشعب هذه الولاية تعني أن الأحق بإدارة الدولة وحكم الشعب هو رجال الدين فئة معينة من رجال الدين الأكثر علما الأكثر فقها هي التي يحق لها خلافة الولي الفقيه أو إمام الزمان الغائب الذي من المفترض أن يعود أما المدنيين الذين يحكمون هم الطغاء هم المنافقون الذين يسلمون أمور البلاد والعباد إلى أعداء الأمة ومن هنا خطط الإمام الخميني قبل انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979 في بناء هذا النظام واستند على آراء فقهية وعلى نظريات وضعت قبل قرون قليلة مضت وقام بتحديثها حتى بلور نظام الولي الفقيه وبمجرد إطاحة الشعب من السلطة قام بإقرار هذا النظام في الدستور جزئيا ثم في العام 1988 أدخل تعديلات على الدستور الإيراني ورفع عدد المواد من 157 مادة إلى 177 مادة وأصل وكرس لنظام الولي الفقيه وجعله المسيطر على كافة الصلاحيات في الدولة وجعله فوق المساءلة وفوق المحاسبة بينما الأجهزة المنتخبة الأخرى سواء البرلمان أو رئيس الدولة لا تبدو صاحبة الصلاحيات الحقيقية وكلها مساءلة أمام هذا الولي الفقيه نعم طيب ودائما المرشد الأعلى هو الذي لديه الكلمة الفصل في إيران أيضا من هنا إلى أي درجة كل هذا يعرقل أي إصلاحات يريد الرئيس القيام بها ويعرقل كل المرحلة التقدمية هذه التي لطالما أشاد الكثير بها وأحدثت فرقا يذكر يعني بعهد روحاني وجوال ظريف وزير الخارجية بالسياسة التقدمية التي تبعها النظام الإيراني بخصوصيته تلك والتي تضعه في نطاق الثيقراطية الدينية الدكتاتورية جعل الأجهزة المنتخبة محدودة الصلاحيات وبناء عليه رئيس الجمهورية المنتخب لا تعلو صلاحياته إلا أن يكون رئيس وزراء في نظام رئاسي بمعنى أن دوره يأتي تاليا بكثير بعد المرشد ومن ثم لن يكون بمقدوره إدخال أي التعديلات حتى الدستور نفسه لا يستطيع رئيس الجمهورية تعديل الدستور لأن المادة 177 من الدستور الحالي تجعل الحق الوحيد لتعديل الدستور هو مرشد الثورة هو الذي يحدد المواد التي يجب تعديلها أو النصوص أو البنود ومن ثم يشكل مجلس إعادة النظر في الدستور مكون من عشر أشخاص هو الذي يقوم بتعيينهم ثم يصادق أيضا على هذه التعديلات أو التغييرات الدستورية ومن ثم لا سبيل لإصلاح النظام إلا إذا أراد المرشد أضيف إلى ذلك محدودية الدور الذي يقوم به الرئيس في النظام خصوصا وأن الأجهزة المؤثرة في الدولة تأتمر بأمر المرشد كالحرس الثوري والمؤسسات الاقتصادية ومجلس الأمن القومي وكل هذه الأمور ترتبط أساسا بمشيئة المرشد وليس بالرئيس بس في معارضة حقيقية ولا ننسى من أيام 2009 كالروبي خاتمي التي تحت الإقامة الجبرية صحيح هل من دور سيكون لهذه الفئة دكتور بشير بما يحدث اليوم إلى جانب الشارع طبعا لننسب أنه ظهر من أمريكا بتصريح نجل الشاه الإيراني الأخير تحدث طبعا بأنه بالجملة التي أيضا أريد تعليقك عليها من الممكن كان أن تكون إيران يابان الشرق الأوسط مع الأسف أصبحت كوريا شمالية نعم واقع الأمر أن من تفضلت بالإشارة إليهم في السؤال وهم مهدي كالروبي مير حسيم مساوي الموجودون تحت الإقامة الجبرية رفسانجاني توفي قبل قليل هؤلاء هم جزء من نظام الولي الفقي وكانوا في العام 2009 حينما أسسوا الحركة الخضراء يتطلعون أولا اعترضوا على نتائج الانتخابات التي فاز فيها أحمد نجاد بدورة ثانية قيل إنها كانت مزورة في ذلك الوقت هؤلاء هم جزء من النظام ويسعون إلى إصلاح النظام من داخله مع استبقاء الولي الفقي لكن الحركة التي تجري الآن في إيران الاعتراضية والموجة الثورية تدعو إلى تجاوز هذا عقيدة دينية صحيح دكتور بشير نعم هي مرتبطة هي رؤية سياسية لها أساس ديني بالأساس على الاعتبار أن رجال الدين هم الأقدر والأولى بإدارة شؤون البلاد وليس المدنيين أو السياسيين الأسماء التي أشرنا إليها هي جزء من نظام الولي الفقي تريد إصلاحه ولا تريد تغييره أو إلغاءه بينما ما يحدث الآن في إيران هو تجاوز لهؤلاء تجاوز لنظام الولي الفقي هم يدعون إلى تفكيكه وتغييره والمجيء بنظام جديد تماماً ومن ثم ما يحدث الآن مختلف عن العام 2009 لأنه تجاوزه بمراحل لا يريد إصلاح النظام وإنما إسقاط هذا النظام الشارع يرى أن إصلاح الاقتصاد لا يأتي إلا من معالجة السياسة من خلال تغيير ذلك النظام عذرني انتهى وقت الحجز أنا أشكرك جزيلاً الإصلاح من خارج النظام من القاهرة الكاتب والخبير بالشأن الإيراني في مركز الأهرام دكتور بشير عبد الفتاح شكراً تعليقاً على ما يحدث في إيران قال مدير مركز الدراسات الإيرانية في لندن علي نوريزاد إن عقيدة ولاية الفقه التي فرضت على الشعب الإيراني خاطئة مشيراً إلى أنها وقفت عائقاً أمام إصلاحات الرئيس روحاني وتطلعاته في البلاد أعتقد أقيدة ولاية الفقه أقيدة خاصرة خاصرة جداً نحن نقف في غان 21 هل ممكن أن يصدق رجل ولو في قابات بورك نفسه أن يحكمه رجل باعتباره نائب إمام الزمان باعتباره زل الله على العرض لا يمكن خامنه يغرر لثمانين مليون إيراني ملايين منهم الأكثر و أهلية من أكثر و علم لإدارة البلاد فهو يغرر الحكومة خاتمي أرادت اجراء بعض تغييرات منعه خامنه و جاعب أحمد نجاد و دمر أحمد نجاد البلد والآن جاعب روحاني ولكن لا يسمع لروحاني أن يتحرك كل ما يختار روحاني من تنفيذ أحد بنوده كل ما نرى أن جهات مرتبط بولي الفقه تمنعه وتصده هاجزاً أمامه ترفع حاجزاً أمامه وتصده لتتلؤاته فلذلك رئيس الجمهورية في إيران رجل هامشي ينتخبه 20 مليون إيراني ولكن شرئيته مرخون بتوغيء الولي الفقهي إذن إيران اليوم على ضوء موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير تسير نحو حاضر ومستقبل قريب وبعيد غير واضح المعالم إلى أين سينتهي الوضع في طهران؟ ربما خلال أيام المقبلة الفترة القادمة يكشف ذلك شكراً